أرحب بضيفي الكاتب الصحفية الكبيرة الأستاذ عبد الحليم أنديل عبر live view أستاذ أنديل أهلا بحضرتك في المواجهة الليلة خلوني أدخل مع حضرتك سريعا في الملف الأول والمحور الأول اتفاقية وترسيم الحدود اليوناني الإيطالي لتعيين الحدود البحرية بينهما إلى أي مدى هي ضربة قوية لأردغان كيف أيضا أستاذ أنديل قرأت توقيت هذا الترسيم خلينا نضع في الاعتبار أنه إيطاليا واليونان وقبرص دول أعضاء في منتدى غاز المتوسط هل يغير ذلك من معطيات هذا الواقع وهل ده أضعف موقع تركيا تفضلي فضل بالتأكيد الاتفاقية الإيطالية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية تطور جديد يغير خرائط المعركة في شرق المتوسط حول كنوز البحر من عشرات السنوات هناك اتفاق مبدئي بين اليونان وإيطاليا حول ملكية عدد من الجزر ويعود الأمر إلى تعقيدات الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها من انتقال ملكيات جزر ومن بدء سيرة اليونان الحالية الاتفاق يعني مغزابه ببساطة في علاقته بالاتفاق التركي السراجي مع حكومة السراجي العميلة في ترابلوس لو أن أحداً لحظ على خرائط البحر ولو أن خرائط البحر معروضة للمشاهدين الآن لا تأكدوا من التالي أن الاتفاق اليوناني الإيطالي يلغي تماماً المنطقة الاقتصادية البحرية المقررة لتركيا بمختصة اتفاق أردوجان والسراجي مغزى ذلك ببساطة صدام مباشر بين اتفاقين اتفاق عقد أردوجان مع السراج واتفاق أخير عقدته إيطاليا مع اليونان لعل المراقب يلحظ أيضاً أنه جرت زيادة في حوادث التحرش البحري في الأيام الأخيرة بعد عقد الاتفاق لعلكم تلحظون أن سفناً إيطالية وأخرى يونانية حاولت اعتراض سفن تركية محملة بالأسلحة ذاهبة إلى حكومة السراج لكن ما حدث أن فرقاطات تركيا منعت تفتيش هذه السفن بالقوة أيضاً لعلكم تلحظون أن تركيا في الأيام الأخيرة أقدمت على مناورة بحرية جوية على الشواطئ الليبية استمرت على مدى طويل جداً من الساعات وشاركت فيها عدد كبير من الطائرات في الستاشر وغيرها وعدد من البوارج البحرية باختصار هناك زيادة للتوتر بين تركيا من جهة وبين إيطاليا واليونان من جهة أخرى مترتباً بصورة مباشرة على عقد الاتفاقية الأخيرة أيضاً يجب أن نلحظ أنه متوقع وهذا أمر طبيعي جداً أن هناك مفاوضات من سنوات طويلة جداً بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية يتوقع المراقبون أن يجري قريباً عقد اتفاقية نهائية بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية ولعلكم تلحظون أخيراً أن مجلس النواب الليبي قرر تأييد هذه الاتفاقية ودعا اليونان من جهتها إلى عقد اتفاقية ليبية يونانية حول ترسيم الحدود البحرية هذا التدارب في الاتفاقيات يضرب في أي شرعية اتفاق بهم يا أستاذ أنديل أولاً لا توجد جهة إلى الآن تحدد هذه الشرعية كلا الطرفين تركيا والسرعية من جهة واليونان وأطاليا من جهة أقدمت على الإجراء التقليدي الخاص بإبلاغ الأمم المتحدة بوثائق الاتفاق أنت تتحدثين عن شرعية لا يمكن تحددها إلا باللجوء إلى محكمة عدل دولية ولا أتصور أن الأطراف سوف تتفق على اللجوء إلى محكمة العدل الدولي التوتر الذي زاد في الفترة الأخيرة وفي الشهور الأخيرة سبب ببساطة أن تركيا تقدم ببلطجة مسلحة على قهر الأخرى في البحر المتوسط